قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيقال قبل النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي فتلك الأذكار وغيرها من أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النوم تحفظ العبد بكرم الله وحفظه من أذى شياطين الجن والإنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام فصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور وأقيموا ركعة في ظلمة الليل لظلمة القبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر